اقتحمت القوات الإسرائيلية الصباح اليوم عدة أحياء من مدينة جنين بالضفة الغربية وكان قد اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مخيمة بلاطة قرب نابلس وأسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية وأشارت وكلة الأنباء الفلسطينية إلى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيمة برفقة جرافات وآليات عسكرية ومنعت سيارات الإسعاف من دخول المخيم وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية فجرت أحد المنازل بالمخيم